فادي ارفيدة السلام عليكم ورحمة الله دكتور انا من ليبيا عندي قولون عصبي وغازات وانتفاخ وعصر هضب وغازات وانتفاخ وعصاب ونفسيتي تعبانة ونقص فيتامين به 12 اريد علاج مع علم عندي وسواس واكتئاب وخوف وقلق وتوتر دائم من ليبيا طبعا ده بيسعدنا ان احنا ناخد رسائل من بره مصر لكن يا فادي انت قلت كذا حاجة نفسصهم شوي فادي من ليبيا حنفصص الكلام اللي قاله اهم حاجة قالها به 12 اهم حاجة قالها به 12 في الرسالة دي كلها انما الباقي يمشي نفسي ماشي عندي قولون عصبي مش مشكلة انت عندك عربية يا فادي اخر موديل موديل اخر موديل شيك وسودة وغالية جدا لقيتها مدغدغة العيب في المصنع ولا في السواق هتقول لي لقى طبعا المصنع زنبه ايه السواق هو اللي دغدغ برافو عليك يعني السواق مش عارف يسوق تقول لي اه عشان كده بقى وزر عربية تقول لي اه برافو عليك مين اللي سايق الجهاز الهضمي اللي سايق الجهاز الهضمي المخ مطلق اعصاب رايحة للجهاز الهضمي بتشغله شغله بسرعة ببطء ايه بعد الاكل بطريقة طيب افرض السواق ده وحش السواق وحش هيبوز الجهاز الهضمي يبقى انا ظلمت الجهاز الهضمي وهو مش هو السبب ده السواق هو اللي عايز يتغير اغير تفكيرك وطريقة عيشتك انت هتصلح الجهاز الهضمي انما هتفضل زي ما انت لا هتخف ولا هتموت لا هتخف ولا هتموت ليه مرض مش خطير ما يموتش طب مش هخف ليه ان ده لازم يتغير ده الاساس انت متوتر دايما وعندك شغل ما قلتش انت سنك ايه انت قلت انا عصبي وما قلتش سنك يا فادي القضية قضية ده حشرت في النص مهتناشر تعالي نوقف عنده وقع ده اهم حاجة انا عشان امتص حاجة تقولي يعني امتص ما اقول لما باكل بيحصل حاجتين ركز اما باكل بيحصل حاجتين واحد اهضم اهضم يعني افتفت كلت عيش هيخش الدم عيش منفعش لازم يتخدم كلت لحمة هتخش الدم لحمة ما انا عايز استفيد منها لا هتتخدم كلت دهون هتخش في الدم دهون لا لازم يبقى الهض هي الخطوة الاولى تحول الاكل اللي كانتو الى مواد صغيرة جدا جدا عشان يتخدم عايز طريقة وعشان يمتص بقى خلي بالك من كلمة يمتص بعد ما اتهدم هيخش جوه الدم يمتص لازم في حاجة اسمها مستقبلات لازم حاجة اسمها مستقبلات مستقبل للجولوكوز خد الجولوكوز كده وروح مدخله الدم مستقبل للبروتينات خد الحماض الامنية وروح مدخله الدم مستقبل لفيتامين سي ياخد فيتامين سي ودخله الدم يعني اللي مالوش مستقبلات اللي مالوش مستقبلات لا يمتص اللي مالوش مستقبلات لا يمتص هل تعلم ان فيتامين به 12 مالوش مستقبلات هل تعلم كده تقول لي الله امال احنا عايشين ازاي اقول لك فتامين بي 12 موجود في المنتجات الحيوانية يعني اللي يقول لك القلقاس في بي 12 اضحك عليه بي 12 في حيوانية لحمة كبدة نخ لسان ان شاء الله تاكل قرون الخروف فيها بي 12 اتفقنا فانا خدت لحمة طبعا هل مالوش مستقبلات مالوش مستقبلات نقول سبحان الله ساعة ما بي 12 ينزل المعدة يطلع له مادة تمسك فيه اول ما بي 12 ينزل في المعدة تطلع له مادة تمسك فيه المستقبلات للمادة دي مش لبي 12 هقول جملة اذا ما فهمتهاش قللي هقول جملة اذا ما فهمتهاش قللي انت تستمتص من بي 12 بقدر ما انتجت من هذه المادة وليس بقدر ما اخدت من بي 12 يعني ايه يعني اخدت بي 12 ب 20 جنيه وانتجت من المادة دي ب 5 جنيه امتص ب 5 بس واضح و 15 ينزله في المرازة طب تعالى الواحد شل معدته الواحد شل معدته ما عندهوش المادة دي هيبقى عنده نقص شديد جدا في بي 12 لماذا؟ لان المادة المسؤولة عن ان بي 12 يخش في الدم فقدته بان انا شلت معدتي واحد عنده ورم في المعدة واضطروا يشلوه طب مين هو اللي عايزة بضرب بقى اللي يديله بي 12 بالبق اقراص طب انا هستفيد منها ازاي ما انا ما عنديش المادة اللي بندخله عشان كده في هدي الحالات باندي بيه 12 بحقن واضح فانت حشرت به 12 في وسط الهيصل اللي انت بتقولها دي مع القولون القولون العصبي مرض نفسي ولكن هل ممكن شخص قولون عصبي ونقاعت كده؟ انا عندي انتفاخ وامساك وساعتي يجي لإسهال ومرة شفت دم في البراز وبيجي لي مخاط لا ده مش مشكلة ده قولون عصبي دي جريمة القولون العصبي يشخص بالاستبعاد بالاستبعاد استبعد ورم استبعد قولون تقرحي استبعد مرض مكرونز استبعد استبعد لما استبعد كله اقول له روح ده قولون عصبي تقول لي طب كويس جدا جدا قولون عصبي عشان استبعد دول اعمل ايه؟ اعمل منظر اعمل منظر المنظر هو الحل الامثل لتشخيص الاستبعاد بلاش لتشخيص الاستبعاد الاسباب السخيفة القولون العصبي يعلاجه سهل جدا ساعات ساعات بنحتاج دكتور امراض نفسية لعلاج القولون العصبي تخير الواحد في استرس حسب شغلك وحسب انت ماشي ازاي بس انا بنصحك لو مدخن امنع التدخين لو بتاكل بسرعة هدي شوية لو ما بتمدخش الاكل امدخ الاكل كويس اوعى تشبع اوعى تشبع يعني النصائح دي بشرط ان احنا استبعدنا جميع الاسباب اللي بتاخد القولون اهمها الاورام القرح الجيوب في جيوب ساعات تطلع في القولون تعمل هذا المنظر فحنا نروح لدكتور يا ابني وحتشوف ايه الحكاية بالمنذار واضح انها من غير منذار هتبقى المشكلة صعبة شوية